اشتركوا في القناة الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى فخامة الحاكم العام الكندي منوها حرص جلالة الملك المفدى على توطيد أواصر الصداقة المتميزة بين مملكة البحرين وكندا وتنمية التعاون التنائي في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة بما فيه الخير لشعبي البلدين الصديقين وقد أعرب معالي السفير عن شكره للحاكم العام الكندي على مشاركة القوات الكندية في الحفاظ على الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط من خلال مساهمتها في قوة المهام المشتركة مؤكدا حرص مملكة البحرين على تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في مجال التبادل التجاري وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والاستفادة من الخبرات الكندية المتميزة في مجالات التعليم والرعاية الصحية ترجمة نانسي قنقر